أهلا بكم أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية أكد أن التنمية المستدامة بمفهومها العام والأشمل هي عملية لا تنتهي بل هي عملية متواصلة ومستمرة وتحتاج في إنجازها إلى سواعد الشباب ومبادراتهم باعتبارهم قادة الحاضر والمستقبل وأكد سموه أنه من الطبيعي أن يقع على عاتق الشباب بعبء ترسيق وتجذير مفهوم التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة باعتبارهم همزة الوصل بينما سوف يتحقق من تنمية وما سوف يجنيه العالم من فوائد في المستقبل مشيرا سموه إلى أن الشباب البحريني لعب أرض الواقع دورا بارزا ومؤثرا في صياغة وبلورة مفاهيم التنمية المستدامة في مملكة البحرين وما زال يعمل بكل عزم من أجل الوصول إليها والارتقاء بالمملكة في مختلف المجالات جذلك في كلمة وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى الشباب البحريني والعالمي بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يصادف يوم الثاني عشر من أغسطس في كل عام وقال سموه إنه لا يمكن الحادث في يومنا هذا عن التنمية المستدامة من دون تطرق لدور الشباب الفعل وأن تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 جاءت تستاذف الشباب بشكل مباشر في طار سعيها لتحديد دور الشباب في هذه العملية خاصة وأن الشباب قادرون على تغيير مجتمعاتهم والارتقاء بها نحو الأفضل وتحقيق التنمية العالية التي ترغب جميع الأوطان في الوصول إليها ونحن في مملكة البحرين وبتوجيهات واهتمام مباشر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى أتحنا الفرص للشباب من أجل المشاركة في عملية التنمية ووفرنا لهم كل الإمكانيات اللازمة لانخراطهم في هذه العملية التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 أيضا وكان سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة أن الوصول إلى الأهداف التنموية التي حددتها الأمم المتحدة ذات السبعة عشر هدفا لا يمكنها أن تمضي قدما بمعزل عن الشباب الذين أبهروا طيلة العقود الماضية وقبل ذلك قدراتهم وامكانياتهم في المساعدة على حل المشاكل التي تحيط بكوكبنا في الحاضر والمستقبل على حد سواء ويمكن من خلالها أيضا طرح أفكار جديدة غالبا ما تكون سباقة في تحديد الحلول لتحديات التنمية على المستوى المحلي والعالمي وأضاف سموه نحن نعلم علم اليقين أن الشباب حول العالم أصبح المصدر الرئيسي للإبتكار والأمل وابات المستعدين لحمل مشاعل الحفاظ على كوكبنا وتنميته كما نعلم أن رغبة الشباب أشاركت في التنمية وليس فقط من المستفيدين منها وأن يكون القوة تدافع للتنمية وقادتها ومملكة البحرين باتت من الدول الأوائل على المستوى العالمي التي تضع للشباب همية كبيرة وجلت فيهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في المملكة ومهدت طريق أمامهم للتدريب واكتساب الخبرة ليصبحوا المحرك الأساسي للتنمية في مملكة البحرين مملكة البحرين